اشتركوا في القناة والذي يوضح لنا أهمية الحديث النبوي الشريف في بحث نشر حديثا تبين أن زيارة ورؤية المريض تعزز النظام المناعي للزائر فالنظام المناعي للإنسان حساس جدا تجاه ما يشاهده ويعتقده وعيادة المريض والاطمئنان عليه تقوي هذا النظام ويقول الباحث مارك شيلر إن مجرد رؤيتك للمريض تحفز جهاز المناع لديك إذن مجرد رؤيتك للمريض تحفز جهاز المناع لديك سبحان الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام له يعني حديث عجيب أيضا حديث قدسي يأمرنا أن نزور المريض بل إن الله أيها المؤمن سوف يعاتبك يوم القيامة عبدي مريضت ولم تعدني يقول يا رب وكيف تمرض وأنت رب العالمين والله تعالى يقول له مرض عبدي فلان أما علمت لو أنك عدته أو زرته لوجدتني عنده سبحان الله يعني أنظروا إلى هذا الكرم الإلهي إلى هذا الأجر العظيم الذي يعطيه الله تعالى على زيارة المريض هذا في الآخرة وجعل هناك فوائد في الدنيا أنك تستفيد أن زيارة المريض وعيادة المريض تحفز نظام المناعة لديك وتصبح أكثر قدرة على مقاومة الأمراض وتتمتع بصحة أفضل لذلك أحبتي في الله أكثر من الإطمئنان على المرضى وعيادتهم لكي يعني تجنوا فوائد في الدنيا وفوائد عظيمة في الآخرة نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق